القصة في قطاع النشئين يا جماعة ما لها الجعوة ان انت عشان تبقى ناجح تبقى خدت بطولة انت عشان قطاع نشئين اسمك نجح طلعت كام لعيب الفريل الاول ده النجاح ده دور قطاع النشئين انما حتة البطولة اه هي بس بتدي احاق ان الفرقة دي طالما اخدت بطولة ففيها لعيبة كويس انا اتفق مع ده انما النجاح النجاح ان انت كقطاع نشئين افرص كام لعب عندك كام لعب في منتخب مصر في جميع المراحل السنية عندك كام لعب في الفريل الاول هو ده النجاح بحد ذات الفترة اللي فاتت كان فيه شبه تعاقد او تعاقد فعلا مع نادي فيرونا الايطالي مع الستاذ ايمان وجينا عملنا زي مؤتمر صحفي بسيط كده وبالفعل هم فيه لعب عندنا ادهم موليد 2004 فيرود مميز واعتقد الفترة الجاية هتسمعه اسمه كتير هم طلبوه تحديدا ومصررين ان هو يروح يعمل معهم فترة معيش فاحنا احنا كمان حتى دي انا كامبي انا عايز اطلع اللاعي كلهم عشان برضو يبقى اتقال ان النادي امبي بيطلع مش هحتفظ بيه اللي مصر كلها بتقول عايزين يا جماعة نطلع العيب صغير في السن ومنبلغش في الاموال احنا ده بنعمله فعلهم انا بقولك ان احنا خلال زبوع بالكتير ادهم ان شاء الله هيبقى في ايطاليا يعمل معايشة مع نادي فيرونا احنا الحمد لله 23 مباراة مكسب اكبر فرق اكبر عدد من المباراة مكسب 23 مكسب اقل هزايم 3 هزايم اقوى دفاع 25 هدف او الثاني اقوى هجوم بعد الزمانك بتلت اهداف فارقة الاهداف فقط لغير 7 سمين نقطة اه بور حضرك ده كان انا دوري سنادي قولي لان فرق منافسة ليك في خمس ست فرق عندك اه كان الفرق بينه وبينهم بنت واحد او بنتين فمعنى انت تتعادل مباراة واحدة انت نزلت رابع راحت دوري احنا عادنا متاع 7-8 اسبوع الاخر دور بذات احنا مباراة زمارك لو تعدلنا مباراة المبترة راح اتكلمك عن الفترة المعيشة دوري اتتكأتهم انت رايح فترة المعيشة نادي فيرونا نادي فرونا طلبك وانت رايح هناك تلمني الاول اول ما عرفت الخبر تاني حاجة انت مجهز نفسك ومحضر نفسك ازاي اắt اه طبعا اول ما سمعت الخبر طبعا ده ايل عب كورة لازم يكن فرحان ده خبر جاي من نادي فيرونا ده كبير برضو طبعان لكن يجب قولي كون فرحان وانا طبعا مجهز نفسي وانا اصرف بنتعليم من كابتن طارق وهذا اللي دي هناك بإذن الله نخلص الدوري بكل نشيط كتير يعني آخر خمس مصرات كدون نشيط الحمد لله الحمد لله كان موسم صعب جدا يمكن إحنا من شهر سبعة بنحضر الحمد لله ربنا قرمنا وقدرنا أن إحنا في الآخر نحسن البطولة مرنا في فترة صعبة بعدنا شوية عن البطولة بس الحمد لله قادرنا نلم نفسنا ورجعنا تاني العيبة كلها تابت الجاز الفني كل الناس تابت والحمد لله ربنا كان اللي تعبنا ده في الآخر أن إحنا ناخد البطولة الحمد لله طبعا بعد البطولة دي الجاز الفني وكابتن أيمي الشريعي وكابتن محمد إسماعيل طبعا والزمائلي الحمد لله إحنا كنا رجالة ونسحق البطولة